السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المشاهدون الكرام في هذه الفرصة سأتكلم عن خطبتي تحت الموضوع القومية ما هي القومية؟ القومية أيدولوجية تعني الولاء والإخلاص للأمة وشعور بالوائع القومي وتمجيد أمة واحدة فوق كل الآخرين والتركيز بشكل أساسي على تعزيز ثقافتها ومصالحها بدلا من الدول الأخرى أو المجموعة فوق الوطنية أي وضع الوطن فوق كل شيء في العالم ويرجعوا مصدرها اللغوي إلى قوم وتعني جماعة بينهم روابط معينة ومدلولها السياسي يرتبط بمفهوم الأمة التي تعني شعب ذو الهوية الخاصة التي تربطه روابط موضوعية وروحية متعددة منها اللغوة التاريخ والعاكيدة والمسلحة ويوضح لفظ القومية من خلال أولا موقف عضاء أمة ما حين يهتمون بهويتهم كعضاء لتلك الأمة وهنا تثار إشكالية حول مبهوم الوطن أو الهوية القومية ومعنى الانتماء إلى الوطن ثانيا الحراق الذي يتخذه أعضاء أمة ما في الشعن لتحقيق أو الحفاظ على شكل ما من أشكال السيادة السياسية وهنا تدور الأسئلة بخصوص ما إذا كانت السيادة تتطلب امتلاك كيان سياسي كامل مع سلطة كاملة على الشعون الداخلية والخارجية أو ما إذا كان امتلاك شيء أقل من هذا كافيا وتستعمل القومية أحيانا لدعم مبررات تمدد الدولة ولو كلف الأمر إشعال الحروب وكذلك في اتباع سياسات العزل ويبرز التوسع عند رفع شعارات ضم لكل أعضاء الأمة تحت دولة واحدة واحيانا تحت ضرائع المصالح القطرية أو الموارد أما فيما يخص الحفاظ على سيادات عمر السبل السلمية أو الإيديوجية البحثة فإن القومية السياسات تبقى على سلة وثيقة بالقومية الثقافية حيث الحفاظ على الثقافة وتوارثها في أشكال محددة ويتم ذلك عبر تكريس الإبداع الفني والتربية والبحث لهذا الغرض وقد تكون الخصول الإثنقومية حقيقية أو مختلفة في جزء منها أو كلها كفاني كلامي هذا عسى أن ينفعنا وأستعفكم إن وجدتم مني الأخطاء والغلطات لأن الإنسان محل الخطاء والنسيان وإن الله لغفور رحيم وأشكركم على اهتمامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته